لكن احنا بنسأل النهاردة الحقيقة بعد 9 سنين هل التاريخ بينسى الجزارين او القتلة؟ هل بيظل الدكتاتور حاكم؟ لا تتغير مواقفه ولا يحاكم ولا يحاسب؟ هل بيستطيع هؤلاء الأسماء اللي احنا عرضناها مع حضراتكو دلوقتي ان هم يفضلوا دايما هربانين من العدالة او في اماكنهم؟ يعني احنا لو نشوف فيه ملاحظة مهمة قوي ان معظم الناس دي تم ازحتهم من مناصبهم تم الوحيل للتقاعد اللي تم اتقلته اللي خد شلوط للأعلى بقى مستشار رئيس الجمهورية مش عارف في كذا فحتى اماكنهم اللي كانوا فيها وقت المذبحة ما عارفوش يتمساكوا بيها طيب تعالوا نشوف كده نماذج اخرى لجزارين زي اللي عرضنا صورهم دول عملوا جرائم مشابهة لجريمة ربعة العدوية ومذبحة ربعة العدوية وامور اخرى متعلقة بالحكم وانا باستعرض مع حضراتكو اسم اسم وصورة صورة وتجربة تجربة من اللي نستعرضها دلوقتي ركزوا في ثلاث حاجات الحاجة الاولى هو وصل للحكم ازاي الحاجة التانية حول الانسان كان اخبرها ايه معاه اختفاء القصري التعذيب القتل الحاجة التالتة الجانب الاقتصادي وبعدين وانتو بتشوفوا الاسماء والصور دي حطوا في خلفية المشهد عبدالفتاح السيسي والناس اللي انا كنت بتكلم عنها من شوية وفي الاخر اسأل نفسك سؤال هل الناس دي هتعرف تفلت من العقاب ولا هيشوفوا نفس المصير بتوع الناس التانية نبدأ من الارجنتين خرخي فيدلا مصير قارت لانقلابات والمذابح ده العنوان العريض اللي بنكلم عنه النهاردة خرخي فيدلا هو ديكتاتور الارجنتين في منتصف سبعينيات القرن الماضي قام بانقلاب عسكري تدرجة في المناصب العسكرية حتى وصل لرئيس اركان الجيز زي ما قلت ركز دايما كده ان سورة السيسي ومصر موجودة في الخلفية قد حملة عسكرية ضد حركة الشعب الثورية وقتل العشرات منهم ثم قد انقلابا عسكريا ايضا عام 1976 ضد رئيسته المنتخبة بعدين ترك صفوف الجيش ليكون رئيس مدني يعني تشابه غريب شوية لكن ده اللي حاصل قتل تلاتين الف من الشعب خلال تسع سنوات فقط من حكمه راجل بيحكم بقى تسع سنين قتل تلاتين الف من شعبه اول من تسبب في ظهور مصطلح المختفين قصريا امهات ساحة مايو يمكن انا اتكلمت عنها زمان في مكملين لما كنت في مكملين من 8 سنين عن امهات ساحة مايو وحكايتهم مع الرجل ده الاختفاء القصري وخطف الاولاد الرجل ده كان اول حد عمله اول من تسبب في ظهور مصطلح المختفين قصريا نبص على الاقتصاد كان اخبره ايه مع خرخي في دلة تضعف الدين الخارجي في عهده اربع اضعاف يا سبحان الله كان مستلمها 43 دلوقتي بقت 200 قربنا هون احنا نبقى نفس الصورة انهارت العملة لأقل من قيمتها بعشرة اضعاف لسه ما وصلناش لعشرة اضعاف لكن يعني على وشك ايه كمان زارت الفروقات بين الطبقات الاجتماعية وكثرة الفقراء احنا بس نتكلم عن السيسي 2022 نتكلم عن خرخي في دلة في 1976 زارت الاحتجاجات ضد خرخي في دلة بعد خسارة الحرب ضد بريطانيا حرب جزر الفوكلاند في 1982 ثم عزلته الاحتجاجات او 81 عفوا عزلته الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في عام 1983 لحد هنا ممكن حد يقول لي انت جايب لي تجربة ومختار فيها الحاجات اللي شبه السيسي ايه علاق الدب ربعة انت جايب لنا الكلام دا ليه بان خرخي في دلة حوكمة وقضينا بالسجن المؤبد بسبب انقلابه وقتله عشرات الالاف الكلام دا حصل بعد سنين اه حصل بعد سنين انا معاك لكن في الاخر تم الحكم ومحاكمة هذا القاتل هذا الجنرال محدش يقول لك تسع سنين بعد ربعة يا جماعة خلاص افقدوا الامل مفيش كلام دا التاريخ ما بيقولش كده التاريخ بقول ان الراجل دا حكم عليه بخمسين سنة اضافية لسرقته اطفال المختفين قصريا غفر عليه ميتا في مرحض زنزان طعم 2013 انا مش بيقول لك ان احنا احسب من 76 ل 2013 هتلاقيهم حوالي مش عارف كم سنة ويبقى السيسي هيتحكم عليه كمانا 40 سنة مش دي الفكرة عشان ما حدش يفهم غلط الفكرة ان احنا بنقول لن ننسى ان المظلوم مش بينسى امهات ساحة مايو منسوش وش الراجل دا منسوش خرخي في دلة واللي عملوا فيهم وبالتالي وصلوه في الاخر انه اتحكم عليه ومات في زنزانته في مرحاض زنزانته حتى سنة 2013 نسيب خرخي في دلة ونروح لبلد تانية وديكتاتور تاني وهو نيكولاي تشاوشيسكو ديكتاتور رومانيا ايه حكاية تشاوشيسكو باختصار شديد الرجل كان عميد بالجيش الروماني والامين العام للحزب الشيوعي تولى الحكم في عام 1974 كان يلقب نفسه بالقائد العظيم والعبقري الذي يعرف كل شيء انا اسف ده مش السيسي ده مش طبيب الفلاسفة وانا ربنا خلقني طبيب اوصف والله مش بتكلم عنه انا بتكلم عن نيكولاي تشاوشيسكو هو كان بيصف نفسه بانه قائد عظيم وعبقري بيعرف كل حاجة الدين والسياسة والاقتصاد وفيش حد غيره بيعرف اتجه تشاوشيسكو الى سياسة التقشف حتى تقنين الخبز يا سبحانك يا رب يخلق من الشبه 40 الرجل ده اغرق البلاد في قروض بسبب بنائه ايه بقى عاصمة ادارية جديدة يمكن الراجل تشاوشيسكو بنى حاجة اسمها بيت الشعب بيت الشعب ده كان اغلى مبنى اداري في العالم وثاني اكبر مبنى بعد البنتاجون والله نفس العقلية نفس الطريقة بالزبط قبل ما نكمل انا بعمل عاصمة ادارية جديدة وبعمل فيها مش عارف في الكنتاجون ولا الكبتاجون ولا مش عارف ايه برضو مسمي المبنى اللي هناك اسم غريب كده وبعمل مش عارف كذا وعاصمة اكبر من سنغافورة عمل مبنى الشعب ولا بيت الشعب اغلى مبنى اداري في العالم وتاني اكبر مبنى بعد البنتاجون اخضع الشعب لرقابة صارمة واحكم سيطرته على الاعلام حصل ايه اشتعلت ضده احتياجات معارضة بسبب ايه بقى ركز معايا في النقطة الجاية بسبب سياساته الاقتصادية وانتهاكاته لحقوق الانسان وتنكيله بالحريات حصل ايه بعد ما المظاهرات تمت اضطرت شاوشيسكو للهرب بطائرة هليكوبتر في عام 1989 انا شايف حضرتك كنت بتقول ينهر اسود يعني 74 هرب في 89 يعني 15 سنة واحنا بس 9 سنة احنا سنقعد مع السي 6 سنين مش ده الفكرة مش ده الهدف ما تخليش المعلومات اللي بنتكلم فيها دلوقتي والمقارنة دي تخليك تقول ده احنا يعني فين مش عارف على ما لا انا بكلمك على تاريخ حصل فيه بالزبط حاجات شبه اللي احنا عايشينها احنا في ذكرى ربع العدوية ما فيش حاجة اسمها التسع سنين عدوا ما تحكموش فخلاص مش هيتحكموا هيتحكموا لان اللي قبلهم اتحكموا واللي اقوى منهم اتحكموا القي القبض عليه لاحقا من قبل قادة في الجيش ثم حكم عليه او حكم عليه بالاتهامات تتعلق بالابادة الجماعية وتدمير الاختصاد في محاكمة استمرت ساعة واحدة وكانت نهاية شاوشيسكو انه قعد مرميا بالرصاص امام اعين الشعب هو وزوجته ذاكرة المظلوم هي اقوى ذاكرة في التاريخ لا يمكن ابدا ان الناس اللي في رومانيا تنسى اللي تشاوشيسكو عملوا ولا تنسى اللي راتكو ناديتش جزار البوسنة وهو الشخص التالت معنا النهاردة عملوا في مسلمي البوسنة والهرسك القائد العسكري السابق لجيش صرب البوسنة اشرف على قتل الاف البوسنيين وخصوصا اكثر من ثمانية الاف مسلم في المذبحة الشهيرة مذبحة سيربينيتستا وقدينا عام 1995 برفقة رادوفان كارديتش رئيس جمهورية سرب البوسنة بالابادة الجماعية اللي حصله بعد كده ظل هاربا من العدالة لمدة 16 سنة حتى قبض عليه في عام 2011 حكمت عليه المحكمة الجنائية الدولية بالسجن المؤبد في عام 2017 بعد ادانته بارتكاب جرائم ضد الانسانية طيب قبل ما نروح للسيسي نقف هنا شوية ما بين ملاديتش وخورخي في ديلا واتشاوشيسكو تشابهات وتناقضات ما بين دا جنرال عسكري دا جزار ضد المسلمين في البوسنة لكن في الآخر تم الحكم عليهم لو أن أهل البوسنة وأهل الرومانيا وأهل أرجنتين ما فيش ناس كانت بتسعى وراء الحقوق وتوثيق المظالم وتوثيق المجازر وفي الآخر وصلوا أن هم يحكموهم ما كناش نسمع عن المصير الأسود للتلت جزارين دول وبالتالي الخلاصة اللي بنقولها في آخر صورة في هذا الاستعراض عن عبد الفتاح السيسي هل تتوقع أن ينتظر ديكتاتور مصر وقائد مذبحة ربعة العدوية نفس المصير أم لا عبد الفتاح السيسي وتحته مصائر لجنرالات عسكرية ارتكبوا مذابح لا تقل بشاعة عن مذبحة ربعة العدوية بل ربما يفوق السيسي ما فعلوا في ربعة العدوية بعضا من هؤلاء دي القصة اللي احنا كنا عايزين نقول لحضراتكم في ذكرى ربعة العدوية في مسؤولين عن الأتل وفي نماذج للمسؤولين دول تحكموا في الآخر الشعار العريض لحلقة النهاردة ربعة لن ننسى تابعوا اشتركوا في القناة